السلام عليكم انا الدكتور ايهاب شحادة استشاري جهاز الهضمي والكبد موضوع حديثنا اليوم سيكون عن طرق علاج حرقة المعدة ما هي حرقة المعدة؟ الحرقة المعدة هي الشعور بالألم أو الحرقة في أعلى المعدة ويتقسم إلى نوعين الحرقة في أعلى المعدة بلا انتشار والحرقة في أعلى المعدة التي تنتشر إلى الصدر وكلاهما يدل على تشخيص مختلف تماما فالحرقة المعدية التي ترتفع إلى الصدر تسمى ارتداد وهذا يكون ارتداد مريئي وغالبيت الوقت ارتداد حمضي مريئي ف90 إلى 95% من الارتداد يكون ارتداد حمضي مريئي أما إذا كان الشعور بالحرقة محصور في جزء العلو من المعدة فيغلب الوقت أن يكون هذا السبب معدة عصبية أو ما يسمى بعسر الهضم الوظيفي كما تم الحديث عنه بالتفصيل في حلقة سابقة عادة يكون مهم جدا تشخيص الحال في هذه الأوقات إذا كان ارتداد فهناك إجراءات خاصة للوقاية من الارتداد من أهمها الأكل أقل من الشبع تجنب الحمضيات بشكل كبير المواد الحارقة والدهنيات ولما نوكل الأكل ثلاث ساعات بعد أي وجبة يمنع الاستلقاء لحتى يتم نعطي فرصة للمعدة أنها تتخلص من كل محتوياتها قبل الاستلقاء بالإضافة لهيك بنعالجها بأنه نعطي أدوية لتخفف الإحمودة وليس الارتداد فحنا عادة بنحول الارتداد من مادة حامضية لمادة غير حامضية وهذا العلاج يكون ليس علاجا للشفاء بإنما علاج للسيطرة على الارتداد كما هو الحال في حالات علاج الضغط والسكري فحنا لا نملك علاجات حاليا قادرة على علاج الارتداد فقط نحوله من حامض لغير حامض بالأدوية وهناك أدوية قوية جدا بسمية البروتون طمب انهيبترز وهناك أدوية خفيفة مثل H2 بلوكرز فكلاهما يساعد على تخفيف الحموضة وعلى مستوى الأعراض نختار العلاج المناسب أما إذا كانت المعدة معدة عصبية الأدوية التي تخفيف الحموضة عادة تساعد ولكن بفعالية بين 30% إلى 50% فقط هناك بعض الأدوية المتخصصة التي تساعد أيضا على تخفيف الأعراض أو على تخفيف الشعور بالأعراض عن طريق الأدوية التي تعالج الأعصاب تبع الأمعات نطمن الإنسان مهم جدا في حالة المعدة العصبية أنها تخفف من الشعور بالحرقة الإبتعاد عن المنبهات بشكل عام والمأكلات والمشروبات التي تفرز الحموض بشكل كبير من المعدة وخصوصا الدخان والأرقيلة شغلات مساعدة جدا في علاج المعدة العصبية والارتداد ونتمنى السلام للجميع ترجمة نانسي قنقر